حسين كنت تعديت مع الزميل محمد الخماسي في 2200 مؤخراً وكنت عملت تصريح بخصوص الزميل نوفل الورثاني قلت وجهت له رسالة بعد ما وجهت له الرسالة جاوبك نوفل الورثاني؟ لا لا ما جاوبك في نفس الفترة الفنان منذر بن عمار كتب قريتش ما كتب ولا لا ولا نبهة برشا في فنان عام الكريير في الساحة الفنية يتشكى من منشط ما يعديش في حستو سبحان الله ما ترقلوش ما تعجبوش وحاجة أخرى يخي التلفزة هي اللي تنجح غالط خويا راي خدمتك هي اللي تنجحك بربي أعملوا شوي يقدروا قيمة لمهنتكم كفنانين ونقصوا من البكاء اللهم أني قد بلغت هذا كلام خارج من المعقول جملة أنا وقت حكيت أنا لم أستجري هذه من جهة أنا أتساءل أتساءل كما نتساءل على روحي كفنان قدمت في هذه السنة أربع أغاني مصورة ويظهر للناس كل سمعت بها والناس لكل شافت بشهادة الأعلاميين والجمهور سواء كان صغير ولا كبير شاف المظامين وشاف الواحد وكل يعني من حق الفنان أنه يتساءل وكل فنان تونسي والعربي يحب يتعدى في حصات سلبازية ذات قيمة قيمة على مستوى الصوت على مستوى الصورة أما اليوم الفنان لما يقول أنا فلان ميعدينيش ولا فلان ميعدينيش هنا نمشي شوية مع منظر لما يقول كان الفنان يطيح شوية من القيمة متاعه لأنه مثلا لطفي بوشناق صابر باعي لاتفا عرفاوي عمرني ما سمعتهم يقولوا أنا شبي الفنان هذا ميعدينيش بالعكس أحيانا الإعلامي يجدوا صعوبة في استقدامهم فالفنان لما يقول فلان ميعدينيش أو فلان ميعدينيش كأن هالجملة لا تليق بالنسبة لفنانين وصلوا درجة من الاحتراف ومن ال شو 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 يا هادي ديما نرجع نقول ليس استجداء وكي تحب تحكي على لطفي بوشناق وتحكي على صابر الرباعي وتحكي على فنانين عندهم البلاتفورم العربية ما شاء الله حتى ما يتعدىوش في تونس موجودة موجودة حفلاتهم قاعدة تتعدى على مستوى عربي موجود حضورهم على مستوى عربي هذين موضوع ديما نحكي فيه أنا وخويا لطفي بوشنار قلوا يا لطفي أخويا البلاتفورم اللي نخدم فيه أحنا كفنانين بوتات الأشعى عامتانا لحد الآن على حد تونس فقط مش نفس البلاتفورم اللي تخدم فيها أنت ولا يخدم فيها صحابر غالت منذر بن عمار لما قال أعمر شوية قدر إلى الوحكم هذه أكبر غلطة عملها فهمني ما معناتها أنا نطيح في قدري؟ سمحني قلوا سمحني في الكلمة وماذا بي أسحبها الكلمة؟ شو نطيحوا في قدرنا؟ شو معنات نطيحوا في قدرنا؟ ونقصوا من البكاء أنا لم أبكي وعمري ما نتشكنا ويعرفوني في الميدان الكل العمري ما تشكيت لا من شركة ولا من تلبزة لكن نستغرب فما استغراب نحكي على إيئان ونحكي على عديد الأصوات فأكيد أنه أي إعلامي سيكون مقصر في حق في حق مجموعة من الفناني خليني يجبك احتراما احتراما مثل الهالة حامدي قبل احتراما الهالة الذوى دي طول اللي هي كلمة وتواصلت معك أنت ومع برشة احتراما لها ما ما يصيرش المعدوة لكل هزي التاريفون يقول سمحني سمحني يراهم ما يروغ ليش ما يروغش للقناة أما لا شوف مش غادي لما الفنان يطلع يقول أنا ما نتعدىش أنا نحب نتعدى في البرنامج هدك وما عيتوا ليش كأنها لا ديما نرجع نقول سمحني كلامي كان واضح كلامي كان واضح كان تساؤل مش وتحب نصحح لنك منتوه حتى نعمل ورقة حتى تساؤل نصحح اللي أنا ما نشوش نتعدى وما نحبش نتعدى ليس بادون صوتها ذاك ليش مسألة تقدري هادي أنا كنلقى نوف الورتاني اللي في يوم ما وعمري من عذ اليد اللي تمدتلي في يوم ما عنده عليك فضل كبير نوف الورتاني الفضل كيف يش قولها علاقة جدالية بين الفنان أما عنده فضل كألم لا لا نحكيلك عمري من عذ اليد نوف الورتاني في يوم ما أعطاني مساحة لا يستهن بها في أحد حصاص متاعه نوف الورتاني درنيار ما في موضوع اشكال أنا وفنان آخر فهمني قال حسين العفيت ما يوصل لي تكلم بتشنجه كل في موضوع ما إلا ما يكون ثمانسته حاجة لماذا أقحمت فوزي بن جمرة في خلاف وتوهمت كأنه يعاديك ديما نعاود نقول أنا أتساءل الفيتوم هوش من القناة التاسعة هو عمد استنتاج كانك تعمل استنتاج يعني كأنه فم فوزي بن جمرة جاء قال لهم ما تعديوش ولا ربما يا أخي لأني ما عنديش فيتوم من القناة التاسعة قناة التاسعة نتعدى فيها نوف الورتاني التساؤل يحمل توجيه أصبع اتيها اللي نحب إيجابة أنا لأنه علاقتي بفوزي بن جمرة علاقة متشنجة جدا هل فوزي بن جمرة من نوع أنه يطلع ويقول أنت اللي تعرفه مليح يقول ما تعديوش الفنان حسين العفريت والله هل نتساءل هل يقول لك هل تتصور نحط خمسين خمسين تفضل يجاوبني يعملها تفضل يجاوبني أنا أقولك ما يعملهاش يا أخوة يبا هم علاش نوف الورتاني وأنا لا أستجي مرة أخرى مستعد بشي صاحبه ليش شن تعدى علاش ما يستدعاش حسين العفريت قد يستدعاك الموسم الجاي قد يستدعاك في آخر هيدا الموسم أنا نحكي على خمسة ستة سنوات خمسة ستة سنوات خمسة ستة سنوات راهو عادي يا لطفي بوشنيك خمسة ستة سنوات دي ما يا أخويا لطفي على عيني وراسي لقدر اللطفي لقدر الصابر لقدر الزياد خمسة ستة سنوات ما يتعداج نجيت عطيها نفس الشي نبيها كراولي نفس الشي نعاك خويا لكن أنا كي نحكي لك على فنان تونسي خلي حسين العفريت ديكوتاي نحكي على فنان تونسي عمل أربع أغاني مصورة في ظرف أقل من عام وتكون تعديد كذلك ساعات كثرة الظهور كيف كيف تقول فعن المدين مظهور في برشة بلايس يا سيدي خلي حسين العفريت ديكوتاي جاوب هالا الذوادي انتي كمعد جاوب هالا الذوادي يقول لها حسين العفريت راه وظهور في برشة قنوات تلوازية حسين العفريت مير وقليش حسين بالله يقول له يا أخويا أنا مش غادي أنا تجوزت مسألة أنا نقول له يا أخويا على عيني وناس أنا مش قلتي عم بش ندخلوا في منطقة تطيح لقدر وقدر ردبر أنا مش قلتي في الخلاف بين بينك وما بين فوزي بن جامرة والالتهام أنه فوزي بن جامرة يعملك في سابوتاش هذا اللي هو استنتر أنا أتساءل اللي هو فيه وفرق بين الاتهام والتساءل قلت بالكش يا أخويا لا لا هذا التساءل فيه تعمل اتهام هذا التساءل فيه تعمل اتهام فيه فيه يا أخويا ماذا بي نلقى إجابة على النوم في الورد تالي لماذا تقحم فوزي لأنه علاقاتنا متشنجة برش حتى والعلاقات المتشنجة أنت مثلا هاو علاقاتك تقولت متشنجة مع فوزي هل من النوع أنه مثلا لما تكون قريب مثلا مني أنا تقول لي ما تجيبش فوزي لا جميد لذي جميد لذي هل فوزي تتصور ويعملها ما سمحني وقت إنسان في الكرسي هذي ومعاك أعلامي قدير في الكرسي هذي كي يسألك على حسين العفري تهز روحك وتروح يبار أسألك سألك على تفشة ما عاش نصغرب حد شي سيدير هذي ما حبش يحكي فيه ما عاش نصغرب حد شي لا عاد فما طريقة ما تحبش تحكي خرج هو خرج هك فما طريقة تقول باس يا أخويا مع مالك العوني كل شي موثق عندي أنا ما نتكلمش من الهواء قد يكون واقع استفزازه ومحبش يحكي محبش جايبش يحكي على غناية مثلا طيو أنا مثلا ناشا بنسألك على فوزي بن جامرة تقول يا أخي أنا جايب على غنايتي يا هذي وإنا مثلا نبدأ كي شوية سيدير هذي ما نيش صغير راهو كي يسألك على لطفي بوشناق يسألك على سامير الوسيف يسألك الكل تجاوبهم وقت يوصل حسين العفريت تتحط واحد وتخرج تجي خارج ما نيش نضع في صبعي هذي والحكاية يرحم والديك هذي وكل الأعلميين موضوع فوزي بن جامرة سي أنتي أقحم لو لم تقحم أنتي في والله اللي كنت نش بد علي أنا أتساءل للمرة أنا أتساءل جاوبني يا نوفل يا نوفل ورداني شو المشكل مع حسين العفريت أنا متأكد أنه ليس هناك مشكل ليس هناك مشكل يا أخي إن شاء الله ربي يهديني لا أنا متأكد والمعادرة إذا غلط في حق أي إنسان لكن الكلمة اللي قالها منظر بالعمار تتحق درم هذبية تسحب مش حسين العفريت من الناس اللي طيح قدره مش حسين العفريت دي ولاها 30 سنة كاريير بش يجي طيح قدره في حكاية كي من هذا أنا ما قلش بالله يرحم والدين والديك السدعاني في بعضكم لا لا ربي يهدي شكرا لك ربي يهدي لا لا شفت شفت خلي استاتيو لا شفت حكيت قريت وطو أنت ماذا بي يسحبها الكلمة إن شاء الله